المغالطات المنطقية في وسائل الإعلام للمؤلف أحمد دعدوش مع التطور المستمر لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يتراجع باضطراد دور المثقفين وعلماء الدين والوعاض في تحريك الرأي العام لا سيما بعد انطلاق ثورات الربيع العربي مطلع عام 11 ألفان حيث يسود الخطاب الثوري على حساب العقل ويتزايد الاحتقان بين فئات المجتمع وترتفع وثيرة النعارة الطائفية والعرقية والأيدولوجية ويصبح الإعلام بجناحيه التقليدي والجديد هو المسؤول الأول عن التفقيف والتوجيه والتوحيد والتفريق في آن واحد وإذا كان ريسط قد لاحظ أن القادة السياسيين يكتسبون شرعيتهم وشعبيتهم من قدراتهم الخطابية وليس من التزامهم بقواعد المنطق فقد ظهر جوستاف لوبون إبان التورة الفرنسية أن القائد الذي يلجأ للمنطق في خطابه الجماهيري يضحي بشعبيته مما دفع كبار السياسيين في الغرب خلال القرن العشرين للاستفادة من نظريته في سيكولوجية الجماهير بطرح الجدل المنطقي جانبا والاهتمام بإلهاب حمأس الجماهير وإثارة عواطفها المشكلة هنا لا تكمن في استغلال المشاعر بل في توظيفها لتحقين مصالح ذاتية على حساب المنطق وبما يخالف العقل ولا نقصد بالمنطق هنا المجادلات الفلسفية التي تقبل الأخذ والراد بل القواعد العقلية المتفق عليها ويقع هذا الاستغلال المغرض عندما يتعمد أحدهم ارتكاب مغالطات منطقية بهدف التضليل والإهام تعود أصول المنطق السوري إلى أريستو في القرن الثارث قبل الميلاد وهو منطق لم يسلم من النقد على يد بعض العلماء المسلمين إلا أنه لعب دورا جوهريا في وضع أسس المنطق الريادي والمنطق العملي في العصر الحديث حيث يتم بعض المختصين في المنطق اليوم بتطبيقات هذه القواعد في مجالة اللغة وعلم النفس والبرمجة ووسائل الاتصال والإعلام ويعد مبحث المغالطات المنطقية من أهم تطبيقات المنطق العملي اليوم فهو يساعدنا على كشف أساليب الخداع والتضليل التي يبوتها الإعلام على مدار الساعة في طار فكري مقنع لمعظم الناس حتى المثقفين منهم مما يجعل من دراسة هذه المغالطات وتعميمها ضرورة حتمية لتوعية الجماهير وتحصينها من التضليل ولتحقيق هذه الغاية عمدت إلى تلخيص وتبسيط هم المغالطات المنطقية الشايع في وسائل الإعلام اليوم محولا قدر المستطاع عرضها بلغة يفهمها الجميع وفي إطار مسل يدفع عن القارئ الملل الذي يلازم المباحث الفلسفية عادة وقد حرص على تجاوز المصطلحات والتعريفات ما أمكن والاعتماد أساسا على الأمثلة العلمية للإضاح وتحقيق الأهداف ولا تفوت الإشارة إلى أن هذا الكتاب لا يغني عن الكتب المتخصص لمن يرغب في التوسع وسيجد القارئ الكريم قائمة بأهمها في مصرد المراجع بآخر الكتاب عنوان القضايا يتكون كلامنا في العادة من نوعين من الجمل هما أولا الجمل الإنشائية كالتي تقوم على الأمر والناهي وإنشاء العقود وهي لا تهتمل الصدق على الكذب فلا يهتم بها المنطق أمثلة اكتب لي رسالة لا تذهب إلى السوق زوجتك ابنتي ثانيا الجمل التامة الخبرية وهي التي تتضمن أحكاما موجبة أو سالبة فيتحتمر الصدق أو الكذب وهي التي يهتم بها المنطق لمعرفة حقيقتها لذا يطلق عليها في علم المنطق اسم القضية أمثلة كتبت لك رسالة ذهبت إلى السوق فلان هو زوج فلان وتتكون القضية من عدة عبارات أولها المقدمة وقد تتضمن القضية عدة مقدمات وتليها النتيجة وتنقزم القضايا إلى حملية وشرية ولكل منها أشكال متعددة عنوان مراتب الحجاج صنف علماء المنطق الحجج المنطقية إلى خمس مراتب بحسب قوة إلزامها وهي كالآتي أولا الحجة البرهانية هي التي تفيد اليقين ويتحقق ذلك إما بالاستدلال المباشر أو بالقياس الصحيح على قضية يقينية أخرى مثال العدد أربعة ينقصم إلى عددين متساويين وكل عدد منقصم بمتساويين هو عدد زوجي إذن فالعدد أربعة زوجي ثانيا الحجة الجدلية هي حجة تتكون من مقدمات مشهورة يعتقد عامة الناس بصحتها بذرجة تقترب من اليقين أو تكون مقدماتها من المسلم بها عند الآخرين ولكن لا ترقى إلى مرتبة اليقين التام وهي تشمل معظم القضايا التي نتداولها في القوانين والمبادئ الأخلاقية والنظريات العلمية ثالثا الحجة الخطابية هي حجة غير ملزمة ولكنها تفيد الظن الراجح فيتعتمد على مقدمات ظنية ومن أمثلتها الأحكام الفقية التي تكتسب عند صاحبها صفة الرجحان رابعا الحجة الشعرية وهي الحجة التي لا تفيد ظن النراجحا لاعتمادها على مقدمات وهمية إلا أن صاحبها يتلاعب بمشاعر الآخرين فيتعثرون بها ومن أمثلتها الحجج التي يطرحها الشعراء والخطباء والقادة السياسيون لإشعال الحماس في الجماهير وكثيرا ما تنتشر في وسائل الإعلام لحشد الرأي العام بما يوافق مصالح السلطات خامسا الحجة الباطلة هي التي تقوم على الغلط والمغالطة فإذا تضمنت مقدمات الحجة خطأا غير مقصود فهي غلط منطقي ويجب على صاحب القضية أن يصححه أما إذا تعمد صاحبها وضع هذا الغلط قصدا بحدف التضليل فيسمى عمله هذا مغالطة ولا خلاف أن هذا التعمد يعد عملا منافيا للأخلاق والشرائع أشكال المغالطات عنوان المصادر على المطلوب هي أن يجعل المغالط النتيجة التي يريدها في المقدمة نفسها فهو لا يبرهن عليها بل يفترض صحتها بإعادة صياغتها في النتيجة بطريقة توهمنا بأننا حصلنا عليها كنتيجة للمقدمة مثال يقول أحد مؤيد النظام للسبدادي إن الثورة المسلحة تعني سفك الدماء وإن سفك الدماء جريمة إذن فالثورة المسلحة ليست سوى جريمة فالقائل هنا انطلق من مقدمة متفق عليها وهي اقتران السلاح بالقتل إلا أنه أراد أن يضع النتيجة في المقدمة الثانية وهي أن القتل عموما لمد أن يكون جريمة وهذا غير صحيح ويحتاج إلى برهان فقد يكون القتل قصاصا أو دفاعا عن النفس أو ضرورة فالنتيجة إذن لا يمكن التسليم بها عنوان الاستدلال الدائري هو أن يضع المغالط حجته في حلقة مفرغة فالمقدمة التي يطرحها لا يمكن إثباتها قبل إثبات النتيجة وهي مغالطة شائعة جدا وتأخذ أشكالا عدة في الإعلام المؤدلج حيث يعتمد المغالط إهام الناس بأنهم يصدقونه بتقديم الدعاءات على أنها مسلمات وأنهم لا يشككون فيها فيضطر المتلقي تحت تأثير الواهم للتصديق وربما يعتقد لا شعوريا بأن الجميع من حوله يصدقون مثال يقول كاتب مؤيد للنظام الاستبدادي الإعلام الحكومي أنكر أنه يكذب وبما أنه إعلام نزيه فلابد أن نصدق إن كره هذا ويسمى هذا الاستدلال الخاطئ في المنطق بالدور فإثبات المقدمة الأولى وهي الإعلام الحكومي أنكر أنه يكذب متعلق بصحة المقدمة الثانية هو إعلام نزيه ولكن المشكلة هي أن المقدمة الثانية ليست من المسلمات بل هي نتيجة تقدم وشرة بدون دليل لذا نحتاج إلى مقدمة ثالثة تثبتها وهذا وهكذا نظور في حرقة مفرغة عنوان التعميم المتسرعة تستند معظم معارفنا العلمية على التعميم الاستقرائي فالنظرية العلمية تدرس تجريبيا حالات عشوائية للظاهرة وتستخرج منها نتيجة نتيجة ما تعممها على بقية الحالة المشابهة فيتفق العلماء على اعتمادها نظرية صحيحة مع بقاء احتمال تكذيبها يوما ما في حال اكتشاف حالات مشابهة لا تخضع لهذا التفسير ولا تصلح التجارب التي تعتمد لصحة النظرية ما لم يكن اختيار الظواهر المضروسة عشوائيا وواسعا بحيث يشمل عددا كبيرا من كل أصناف الحالة المقصودة لكن عندما يقوم الباحث بالانتقاء فلن تكون نتيجة التجاربه صحيحة كأن يجري بحثا في علم الاجتماع ويوزع استبيانات على طبقة معينة من المجتمع دون غيرها فيحصل على نتائج لا تمثل المجتمع كله ومغالطة التعميم المتسرع هي تجسيد عملي لهذا البحث الفاشل ومعظم الناس يمارسونها في حياتهم اليومية بناء على مشاهداتهم الشخصية وكثيرا ما يعتبرها الصحفيون والمتحدثون في وسائل الإعلام ذليلا على صحة آرائهم ونقضي حجاج خصومهم أمثلة أولا يرصد صحفي غربي وضع المرأة في أفغانستان فيجد أنها محرومة من التعليم ومن حقوق أخرى فيكشب تقريرا صحفيا يقول فيه إن شريعة الإسلام مطبقة في أفغانستان وإن المرأة الأفغانية مضطهدة إذن فالإسلام يظيم المرأة فالكاتب هنا جعل من التطبيق الأفغاني للشريعة مقياسا وحيدا يعممه على الإسلام في العالم كله ثانيا يقول كاتب أوروبي إن رجال الكنيسة في القرون الوسطى كانوا يجبرون الناس على الإيمان الأعمى بالنص المقدس لذا فالدين يقوم أساسا على معارضة العلم والعقل فالكاتب هنا يعمم خبرته بالدين المسيحي في عصر ما على مئات الأديان الأخرى دون أن يقدم الدليل عنوان التعميم المطلق يرتكب البعض هذه المغارطة عندما يصر على تعميم حكم يشمل كافة العناصر المعنية به دون السماح بأي استنتاج وهذا غير مقبول منطقيا ولا علميا فقد يكتشف الإنسان يوما ما في المستقبل وجود استثناء للقاعدة أمثلة أولا يقول أحد المعلقين إن أتباع إحدى الطوائف الدينية مؤيدون للنظام في جرائمه ضد الأكثرية من أتباع دين آخر والمؤيدون لجرائم النظام تجب محاسبتهم إذن علينا محاسبة كل من ينتمي لتلك الطائفة ثانيا يقول كاتب اللذيني إن حرية التعبير تعني حق الجميع بالإفساح عن قناعاتهم وأنا مقتنع بأن المقدسات الدينية ليست سوى خرافة إذن يحق لي أن أشتم تلك المقدسات بما أشاء وعبر وسائل الإعلام وقد تأتي هذه المغالطة بطريقة معكوسة حيث يعمد المغالط إلى تعميم حكم واحد سبق حدوثه سثنائيا فيعتبر حكما عاما يطبق على جميع الحالات وهذه من أكثر المغالطة فحشا مثال يقول أحد الإعلاميين المؤيدين للنظام الاستبدادي إن وسائل الإعلام نشرت صورا لأحد الثوار وهو يقطع جسد جندي من قوات النظام وينبغ قطعة من كبده إذن فشوار كلهم إرهابيون ومن أكلة لحوم البشر ويمكن أن نصنف ضمن هذه المغالطات بعض التطبيقات المتطرفة للنظريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث يرى أصحابها أن هناك تفسيرات حتمية لمصار التاريخ لا يمكن الخروج عنها وتسمى النظريات التي تحكم على المستقبل بهذه الدرجة من اليقين بالنظريات الحديدية ومن أوضح الأنثية عليها نظرية كارماركس لإصراع الطبقات وحتمية الصعود الشيوعية في نهاية المطاف ونظرية نهاية التاريخ التي أطلقها فوكياما أواخر القرن العشرين وأكد فيها حتمية صعود الرأسمالية كنهاية للتاريخ البشري ونظريات المؤامرة التي تنسب كل شيء إلى الكائنات الفضائية واليهود وأقطاب رؤوس الأموال في العالم وتستبعد وجود استثناءات خارجة عن معاييرها عنوان مغالطة التركيب تعود هذه المغالطة إلى ميل اللاشعوري باعتقاد أن الصفات المشتركة بين أشياء أو أشخاص ينتمون لفئة ما يجب أن تنطبق على كل شيء أو شخص ضمن هذه الفئة على حيث ويمكن عكس هذه المغالطة بالانتقال من الكل إلى الأجزاء أيضا وتسمى عندئذ بمغالطة التفكيب وهذا الاعتقاد غير لازم منطقيا في كل الأحوال لكنه قاد يصح في أحوال أخرى وذلك بناء على طبيعة الصفة التي نتحدث عنها لذا علينا أن نميز بين صفات وخصائص الأشياء والأشخاص وفقا للتصنيف الآتي أولا الصفات المطلقة التي لا تتضمن مقارنة مثل اللون والخام والجنس في مقابل الصفات النسبية التي تتضمن المقارنة مثل الطول والمقاس والحجم وصفات شخصية ثانيا الصفات غير البنيوية التي لا علاقة لها بتركيب وبنية الشيء الصفات غير بنيوية التي لا علاقة لها بتركيب وبنية الشيء مثل وزنه في مقابل الصفات البنيوية التي تتعلق بتركيبه مثل كونه جيدا او متين او شكله مربع وتقع المغالطة عندما يعتمد او يتعمد المغالط تعنيم صفات الاجزاء لجعلها صفة للمجموعة كلها في حال فونها صفات نسبية وبنيوية لكن هذا التعنيم مقبول في الصفات المطلقة والمستقلة على البنية فيجوز مثلا ان نقول ان السرير خشبي لان جميع اجزائه مصنوعة من الخشب ولكن لا يجوز القول ان السرير رخيص لان كل قطعة من على حد رخيصة او رخيصة الثمن مثال يقول صحفي ان جميع اعضاء الوفد المفاوض يمتركون مهارة تفاوضية عالية اذا فلابد ان الوفد سيحقق نتائج مشرفة عموان التحريف يتعمد البعض تحريف الكلمات لتغيير معانيها بما يحقق اهذافه وقد يكون ذلك بالتصرف في حركات الكلمة او حروفها مثال يقول كاتب ان العلمانية مشتقة من العلم فهي لا تصدم بالدين بل تسعى للاحتكام الى المنهج العلمي التجريبي بدلا من الاعتقاد بنفسه السببية عن سنن الكون فالكاتب هنا لجأ الى التحريف عندما دعم ان مصطلح العلمانية بكصر العين مشتق من العلم مع انه ينطق في الاصل بفتح العين اشتقاقا من العالم الدنيوي كما هو الاصل في اللغات الاوروبية التي ترجم المصطلح عنها فالعلمانية تعني الدنيوية التي تقف على النقيد مع الدين عنوان الالفاظ الملغومة يقول ابن جيني في كتابه الخصائص ان الكلام لا يسمى لغة الا اذا تم العقد اي الاتفاق مع مصطلحات الدلالية بين المتكلم والسامع وبذلك تأخذ اللغة صفة العقود الدلالية المتفق عليها بين طرفين وكثيرا ما تحمل الالفاظ معاني مترادفة تختلف مدلولاتها بحسب مقصود القائل فاذا كانت لاحدى الكلمات احتمالات المتساوية في المعنى المراد منها وجب التوقف في تفسيرها والرجوع في ذلك الى معرفة مراد المتكلم كما يقول ابن جني وهذا امر متفق عليه بين علماء اللغة والتفسير واصول الفقه والمنطق وقد وضع بعض مفكري ما بعد الحداثة نظريات جديدة في العقول الاخيرة تعطي المتلقي الحق في التفسير والفهم كما يشاء وما زالت هذه النظريات تلقى الكثير من النقد وهي تبقى على اي حال ضمن دائرة الاجتهاد الادبي في قراءة النص وتعني ولا تعني تغيير المنطق العقلي وقواعده اذا فعندما يحاول المغالط استخدام بعض الالفاظ الملغومة بما تحمله من معاني متعددة لصرف الانتباه عن الحجة فهو يرتكب مغالطة منطقية امثلة يقول كاتب ان الديمقراطية تعني حكم الشعب اي منح الشعب سلطة التشريع والتشريع لا يكون الا لله اذا فالديمقراطية كفر لكن مصطلح الديمقراطية في الادبيات السياسية بات يحمل تطبيقات واشكايا الكثيرة وهو لا يستلزم هذا المعنى بالضرورة ثانيا يكتب صحفي الخبر الاثي زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية ان بناده لم تدخل في محادثات ثنائية مع الكيان الصهيوني فاستخدام كلمة زعم ليس موفقا في صياغة الاخبارية لانه يحمل احيانا معنى للدعاء الذي يحتمل الكذب والصواب هو اختيار كلمات قاطعة الدلالة ومحايدة مثل صرح قال نفى اكذا عروان السؤال الملغوم يتعمد المغارط في هذه الحالة طرح سؤال يتضمن بذاته اتهاما غير مبرر فيضع خصمه امام خيار صعب بحيث تصبح اجابته اعترافا دمنيا بالتهمة وهذه استغاغة يستخدمها المحققون في العادة لتوريط المتهم عمليا بالقاعدة المغنوطة المتهم مدان حتى تثبت برعته بدلا من العكس مثال يسأل ضيف في برنامج حواري خصمه لاحراجه هل توقفت عن قبض عمولتك من الصهاينة مقابل معارضتك للنظام فحتى لو اجاب الضيف بقوله لا فهو يعترف ضمنيا بانه كان يقبل تلك العمولة سابقا والواقع هنا ان هذا السؤال مركب من عدة اسئلة يمكن تفكيكها كالاتي هل تلقيت عمولة من جهة ما لتعارض النظام واذا كنت قد تلقيتها فهل هي من الصهاينة واذا كنت قد فعلتها فهل كان ذلك لاكتر من مرة واذا كان الامر كذلك فمتى توقفت عن التلقي ولو كان المغارض منصفا فسيكتفي بعرض السؤال الاول من بين الاسئلة الاربعة السابقة وبمجرد ان ينفي خصمه فلدعي لاكمال الاسئلة الاخرى بما تتضمنه من اتهام وقد يأخذ السؤال الملغوم شكلا اخر يتضمن دفع الخصم للقرار بامر ما ثم توريطه بالتهمة التي يتم الصاقها بذلك الامر وبطريقة غير مبررة مثال يسأل ضيف في برنامج حواري خصمة انت من مؤيد المظاهرات التي ترفع شعرة طائفية هل يمكن ان تنكر تأييدك لها فالخصم مضطر للاعتراف بانه مؤيد للمظاهرات لكن هذا لا يعني انه يؤمن بالطائفية عنوان استخدام المتشابهات الالفاظ والعبارات المتشابهة هي تلك التي تحمل اكثر من معنى ويصعب التحقق من مراد قائلها تماما كما تطلق على الالفاظ التي لا يمكن ادراك معنها وفقا لتعريف الجرجاني ويقابلها في الضد الالفاظ المحكمة أي التي تحمل معنى واحدة لا لبس فيه وقد وردت بعض العبارات والالفاظ المتشابهة في النص القرآني الكريم ولعل الحكمة من ورودها هي الامتحان والاعجاز اذ تقولوا الاية الكريمة فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله ولتفسير الاية اعراء عدة ذكرها العلماء وعندما يذكر المغالط عبارة متشابهة كمقدمة وهو يقصد بها معنى ما ثم يستخرج منها نتيجة بناء على معنى اخر فيكون قد ارتكب مغالطة منطقية وكثيرا ما يلجأ المنجمون والدجالون لهذه الحيلة كي تبقى نبوآتهم الكاذبة حمالة اوجه فيتمكنون من تأويلها لتتوافق مع مستجدات المستقبل الذي لا يعلمه الا الله ولعل اوضح مثال على هذه الخضعة نبوآت نصر داموس مثال يقول رجل دين غير مسلم في برنامج حواري ان القرآن يخاطب دائما المؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا والايمان صفة عامة تشمل كل من يؤمن بالله فلماذا يصر البعض على تكفيرنا بمجرد كوننا غير مسلمين فالمتحدث هنا استشهد بمقدمة صحيحة عن ورود صفة الايمان في القرآن الكريم ثم ادعى دون دليل انها تشمل اذيانا اخرى غير الاسلام ليصل الى نتيجة باطلة عنوان تجاهل القضية تكاذو هذه المغارطة تطرق اسمعنا كل يوم في البرامج الحوارية فكثيرا ما يحاول احد المتحدثين التهرب من الاسئلة والاستحقاقات المحرجة بالقفز فوقها ومحاولة اثبات القضايا اخرى وقد يكون اثباته لهذه القضايا صحيحا لكن هذا لا يعني ان القضية التي تهرب منها ستكون بالضرورة صحيحة امثلة اولا قد يطرح سؤال عن ما اذا كان قيام وزير الدفاع بعزل الرئيس المنتخب انقلابا عسكريا ام لا فيسالع المدافع عن الجيش الى الحديث عن اخطاء الرئيس المعزون وعن خروج مظاهرات مناهضة له في يوم العزل وهو لا يحاول هنا البحث في طبيعة الاجراء الذي قام به الجيش وماذا تحقق شروط الانقلابات العسكرية عليه بل يبرره بامور اخرى قد تكون صحيحة ثانيا يسأل المحاور ضيفه عن مشروعية الاحتجاجات السلمية المطالبة بحقوق الانسان فيكسف الضيف المؤيد للنظام بالقول ان النظام كان يتصدى منذ سنوات لمؤامرة كونية تستهدفه نظرا لتمسكه بخيار الممانعة فهو يثبت قضية اخرى قد تكون صحيحة دون ان يتطرق الى القضية المطروحة والمتعلقة بمطالب المحتجين عنوان سمكة الرنج الحمراء هناك خلاف بشأن اصل هذه التسمية ومن ارجح الاقوال انها تعود لاستخدام سمكة الرنج الحمراء من قبل الفارين من العذالة والصيادين بسحبها على الارض وراءهم في البلال والغاذات وذلك لتضليل كلاب الحراسة برائحتها فلا تتمكن من تمييز رائحتهم وتعقبهم ثم استخدمت هذه الاستعارة في المنطق اوالى القرن التاسع عشر في بريطانيا ويتعمد مرتكب هذه المغالطة صرف اهتمام الاخرين بالحذيث عن قضية اخرى وإثارة مشاعرهم بها للتغطية عن قضيته التي يعجز عن اثباتها وهذه مغالطة اكثر تضليلا من السابقة فالمغالط هنا لا يسعى لإثبات قضية اخرى صحيحة بتجاهل قضيته بل يقفز الى قضية مغايرة لإثارة المشاعر وقد تكون ايضا خاطئة امثلة يسأل المحاور ضيفه عن مشروعية مطالب المحتجين ضد النظام الاستبدادي فيقول المؤيد للنظام ان انظمة المنطقة العربية كلها استبدادية ايضا ثم يتساءل الضيف لماذا تسلطون الضوء فقط على نظامنا وتتجهلون استبداد انظمة اخرى وبهذا يحاول المغالط احراج صاحب محاوره واثارة حنق المشاهدين من مواطن الدول الاخرى ضد انظمتهم كي يبرر استبداد نظامه ثانيا يسأل المحاور ضيفه لماذا لم تنجح السلطات في الوفاء بوعودها وحل ازمة انقطاع الكهرباء فيجيب الضيف بان النظام السابق الذي انقلبت السلطات الجديدة عليه لم يفي بوعوده ايضا وقد يكون الضيف مضللا في حديثه هذا بصرف الاهتمام الى اخطاء خصومه او بالافتراء عليهم عنوان التفسير بالتسمية يرتكب المغالط هذه المغالطة عندما يقفز فوق اسباب المشكلة ويكتفي بتسميتها بطريقة لا تخلو من تضليل فقد تكون هناك اسباب عدة ولا يكفي الاقتصار على التسمية مثال يسأل مذوع تلفزيوني متحدثا عسكريا لماذا تمكن المتمردون من السيطرة على البلدة بالرغم من اهميتها الاستراتيجية لديكم فيجيب المتحدث انه انسحاب تاكتيكي فالجواب هنا يقتصر على تسمية الاجراء الذي حدث دون ان يجيب على جوهر السؤال الذي يبحث عن اسباب هذا الانسحاب وقد لا يكون مجرد انسحاب تاكتيكي بل هزيمة عسكرية او نتيجة تواطئ وفساد المغارطة البهلوانية او مهاجمة رجل القش كانت جنود الاوروبيون في القرون الوسطى يتدربون على المبارزة والرمي بمهاجمة دمية كبيرة مصنوعة من القش وقد اشتقت هذه المغارطة من تلك المبارزة لان المغارطة يهدف فيها الى مبارزة خصم مزيف بذلا من خصمه الحقيقي فهو يحيد عن القضية الاساسية ويناقش بعض اجزائها الضعيفة او يضرب عليها امثلة جزئية لا يصح تعميمها ثم يصرف الانتباه الى مجادلاته تلك بعيدا عن جوهر القضية وقد لا نبالغ ان قل ان وسائل الاعلام تمارس هذا التضليل يوميا عشرات المرات حيث تسلط الضوء على جانب مثال او قصة ما التسارع الى التعميم واستدرار المشاعر تجاه قضية اكثر شمولا امثلة هاجم الرئيس الامريكي السابق ليندون جونسون في حملة الانتخابية عام 64-900-1000 منافسه بالقول ان التصويت لصالح جولد ووردر هو تصويت للحرب النووية وهذا تنمية ساذج يرى بربط مرشح للرئاسة بقضية واحدة ومنفرة ثانيا يقول احد مؤيدي الانظمة المستبدة المحتجون يطالبون بالحرية والحرية تعني الحرية الاخلاقية والانفلات الجنسي اذا فالاحتجاجات كلها بضى اخلاق المجتمع وهذا انحراف عن المنافسة الى قضية خاطئة ومزيفة يقول مثقف ان الاعتقاد بوجود نخبة من اليهود تدبر مؤامرة عالمية هو امر يتناقض مع الايمان بالله فلا يجوز ان نقول ان هناك جهة ما قادر على التحكم بالعالم كله وكأنها تملك قدرات الهية فالمثقف هنا لم يناقش الادلاء التي يقدمها خصمه بل زعم ان الايمان بالمؤامرة يؤدي الى الشرك بالله ثم اتخذ من هذه الحركة البهلوانية طريقا لضرب نظرية من اطرافها عنوان مغالطات الشخصمة كثيرا ما يعتمد المغالط الطعن في شخص صاحب القضية بدلا من الانشغال بتنفيذ القضية نفسها بدلا من الانشغال بتفنيذ القضية نفسها وتأخذ هذه المغالطة اربعة اشكال المعروفة وشائعة اولا القدح هي من اكثر المغالطات شيوعا في حواراتنا اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والبرمج الحوارية فكثيرا ما نسمع احد الضيوف على الشاشة يطعن في الخصم الذي يقابله خلال الحوار مستحضرا تاريخه واخطاءه وقد يكون هذا مقبولا عندما يتعلق الطعن بالقضية نفسها ويشكك في مصدقية قائلها ولسيما عندما يكون هذا القائل ناقلا لرواية ما وهو شخص غير مؤهل للثقة في النقل لذا اهتم العلماء الحديث المسلمون بالجرح والتعديل في تصنيف الرواة حسب عدالتهم وقدرتهم على الحفظ والضبط ثانيا التعرض بالانتماء كثيرا ما يلجأ المغالط بالغمز واللمز بشأن انتماءات خصمه وميوله السياسية وخلفيته الطبقية او الايدولوجية مثال يتحدث ضيف في برنامج حواري على الاستبداد في دولة ما فيقول خصمه كيف لان اصدق ما تقول وانت تنتمي اصلا الى دولة اكثر استبدادا فهو يحافل او يحاول اثبات خطأ القضية بناء على انتماء قائلها مع انها قد تكون صحيحة ثالثا انت ايضا تفعل ذلك يتهرب المغالط من عبء المناقشة باثبات ان خصمه مخطئ بنفس الخطأ الذي يحاول التهرب منه فهو لا يناقش هنا القضية نفسها بل يكسفي باثبات انه ليس وحده المخطئ لكن الخطأ خطأ الخصم لا يبرر خطأ المغالط كما ان الخصم ربما يكون قد تاب عن خطأه دون ان يعلم الآخر ذلك لكن خطأ الخصم لا يبرر خطأ المغالط كما ان الخصم ربما يكون قد تاب عن خطأه دون ان يعلم الآخر ذلك مثال يتحدث احد النشطين الثوريين في برنامج حواري عن انتهاكات النظام لحقوق الانسان فيرد خصمه بالقول إن لدي وثائق تؤكد أنك متورط أيضا في انتهاكات مماثلة بحق جنود النظام المعتقلين لديكم عنوان الاحتكام إلى السلطة كثيرا ما نلجأ في أحكامنا وقراراتنا ومعلوماتنا إلى الخبراء والمتخصصين وأصحاب النفوذ وهو أمر مقبول عندما يكون احتكامنا إليهم في مجال تخصصهم ومجردا عن التقديس والاعتقاد بعصمتهم عن الخطأ ولأتقاد بعصمتهم عن الخطأ لكن المغالطة تقع عندما يعمد أحدهم إلى القول بأن صحة القضية ترتبط فقط بصدورها عن سلطة ما سواء كانت علمية أو سياسية أو مشهورة وغالبا ما نواجه هذه المغالطة في وسائل الإعلام ضمن إحدى الحالات الآتية أولا أن يكون الاحتكام إلى السلطة في قضية تقع خارج اختصاصها وهذا شائع كثيرا في الإعلام المؤدلج فمجرد الاكتفاء بإطلاق لقب خبير سياسي أو محلل استراتيجي على الضيف المتحدث يتم الإحاول المشاهد بأن كل ما يصدر عنه سيكون صحيحا كما يستشهد البعض بأقوال فقهاء السلطان في قضايا سياسية لا علاقة لها بالفقه لإثبات خطأ المعارضة كما يستدل البعض بأقوال فقهاء السلطان في قضايا سياسية لا علاقة لها بالفقه لإثبات خطأ المعارضة ثانيا أن تكون السلطة مجهولة كأن يقول أحدهم إن الكثير من المؤرخين الفطاحل أنكروا أن يكون مصطفى كما لا تتر يهوديا ماسونيا وعليه فإن سقوط الخلافة العثمانية لم يكن نتيجة مؤامرة ماسونية فالمغارض هنا لم يذكر أسماء المؤرخين الفطاحل ولم يناقش صحة هذه الرواية التاريخية ثالثا أن تكون السلطة منحازة وغير محايلة ففقهاء السلطان ليسوا مصدرا معتمدا للفتوى في القضايا الدينية ذات العلاقة بالسياسة لانحيازهم إلى الأنظمة التي ترعاهم وتغضق عليهم الألقاب والمناصب والأموال رابعا غض الطرف عن الخلاف بين السلطة المحتكم إليها وسلطات أخرى مماثلة فالمعارضون للثورات يحتكمون إلى الإمام النووي للاستشهاد بقوله إن العلماء أجمعوا في عصره على حرمة الخلوج على الحاكم خامسا أن يكون رأي السلطة قديما وبحاجة للتجديد فالفتوى القديم القائل بشرعية حكم متغلم أي الحاكم الذي يصل للحكم بالقوة لتبرير شرعية الطغاة للمعاصرين قد لا تنطبق حيثياتها على الواقع السياسي اليوم مما يتطلب الاحتكام إلى اجتهاد جديد عنوان الاحتكام إلى سلطة الأباء والتقاليم هذا غلط شائع جدا في كل شعوب العالم لذا لا ينتبه معظم الناس إلى تعمد أحد المتحدثين في الإعلام بارتكاب هذه المغالطة المنطقية وقد أوضح القرآن الكريم أن تقليد الأباء هو السبب المشترك للضلال بين الأمم إذ تقول الآية الكريمة في سورة الزخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مثال تقول إحدى الكاتبات إن المرأة في مجتمعنا لم تكن ترتدي هذا الحجاب الأسود الذي يغطي كل جسدها فهو لباس دخيل لذا ينبغي علينا نبذه من المجتمع فالكاتب هنا لم تناقش أسباب رفضها هذا الزي بل اكتفت بالدعوة إلى نبذه لعدم توافقه مع تقاليد الأجيال السابقة عنوان التجريم بالتبعية يرتكب البعض هذه المغالطة عندما يحكمون على قضية ما بأنها باطلة لمجرد أن إحدى الجهات تؤيدها فقد تكون آراء تلك الجهة خاطئة في أمور كثيرة لكن هذا لا يستلزم أن يكون موقفها من القضية المعنية خاطئا بالضرورة ومن الجديد بالذكر هنا أن نلفت إلى أن سقوط مصداقية بعض المصادر قد يكون مبررا قويا لنفي صحة ما يصدر عنها ولكن هذا يتطلب تقديب أدلة كافية لإثبات عدم مصداقيتها في كل ما يصدر عنها مئة بالمئة قد نحصل على انتيجة منطقية تفيد اليقين فإذا قال علماء الحديث إن سبيل المثال أو على سبيل المثال إن شخصا ما مطروق الحديث بعد أن يتنقنوا من كذبه بعد أن يتيقنوا من كذبه فهذا يعني أنه لا يمكن اعتماد شيء مما يربيه من الأحاذيث لوجود شك فيها لكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل ما يقوله حتما كذب مثال يقول متحذث على إحدى الفضائيات الصحيفة الفلانية التي ذكرت هذا الخبر وكلنا نعلم أن تلك الصحيفة ناطقة بلسان حزب متطرب إذن فلابد أن الخبر مكذوم وقد تأخذ هذه المغالطة شكلا آخر حيث يتهم المغالط شكلا أو جهة بالانتماء لجهة أخرى لمجرد إثبات توافقها بالآراء لإثبات توافقهما بالآراء في قضية أو عدة قضايا لكن هذا الاهتمام يتطلب إثبات الانتماء نفسه وليس التوافق في الرأي مثال يرد أحد أنصار النظام المستبد المعارض الفلاني يطالب بإسقاط النظام والصهاين أيضا يطالبون بذلك فكيف ينكر إذن عمالته للصهاينة عنوان في هذه الحالة يحكم المغالط بسحة أو خطأ القضية بناء على مصدرها فإذا كان هناك رأي ما قد صادر عن جهة ببغضها سارع إلى الحكم ببطلانه والعكس صحيح مثال يقول كاتب صحفي إن مبدأ تداول السلطة عبر الانتقابات أو عبر الانتخابات قد نتج عن أفكار المدرسة الليبرالية الأوروبية وهذه المدرسة هي ذاتها التي ابتكرت النظام الرأسماني الامبريالي لذا فهي مبدأ امبريالي رجعي عنوان الاحتكام إلى الهداثة يحاول المغالط في هذه المغالطة إهام خصمه بأنه جاهل ومتخلف عن ركب التطور والهداثة كي يجبره لا شعوريا على الاقتناع بحجته فيكتفي المغالط بالقول إن رأيه هو الأحدث ومن ثم فهو صحيح وهذه مغالطة صارخة الوضوح فالحق لا يرتبط بالقدم ولا بالهداثة أمثلة يقول أحد الباحثين إن الاعتقاد بصحة النصوص الدينية التي تتنبع بوجود يأجوج ومأجوج يتعارض مع العلم الحديث إذن يجب تأويل هذه النصوص فالباحث لم يوضح وجوه التعارض بين تلك النصوص والعلم الحديث ولم يفند القضية بدليل عقلي منطقي ثانيا يجادل محاور تلفزيوني أحد الضيوف بقوله إن كل ما تقوله الآن ليس إلا نظريات اشتراكية تعود للحقبة الماضية وقد عفى عليها الزمن فكيف تريد أن نطبقها اليوم وهذه المغالطة تتكرر كثيرا إلا أنها ليست حجة فقد تكون النظريات القديمة صالحة لأزمان متعددة عنوان الاحتكام إلى الاشمئزاز يحاول المغالط هنا اللعب على وطر الغرائز والمشاعر فيربط بين القضية التي يريد تفنيدها وبين أمور أخرى تثير الاشمئزاز والنفور دون أن يطرح حجة منطقية وقد يلاحظ القارئ الكارم الكريم أن وسائل الإعلام تمارس هذه المغالطة على مدار ساعة حيث تلاحقون الصور النمطية يوميا في الرسوم الكاريكاتورية والأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية وحتى في نشرات الأخبار مثال يقول أحد مؤيد النظام المستبد في برنامج حواري إن جميع الذين يخرجون للاحتجاج ضد الحكومة هم من سكان المناطق العشوائية أما الأحياء المدينة أما الأحياء المدينة الأخرى فيتنعم بالاستقرار إذن فالاحتجاجات لا تمثل كل الشعب فالمتحدث هنا تعمد ذكر صفة طبقية منفرة لتنميق المحتجين وليس فقط لإثبات أنهم لا يمثلون الجميع وإلا فقد كان بإمكانه الاكتفاء بالقول إن الاحتجاجات تخرج في بعض المناطق دون تحديد هميتها الطبقية التي لا تخلو من تحقير أيضا عنوان الاحتكام إلى الشفقة يسند المغالط في هذه الحالة إلى استدرار عطف الآخرين لإثبات قضيته بدلا من اللجوء للحجة العقلية وقد يكون التعاطف مع المحتاجين المنكوبين مقبولا أخلاقيا إلا أنه ليس حجة لإثبات أو تنفنيد أي قضية إلا أنه ليس حجة لإثبات أو تفنيد أي قضية مثال أثناء فورة يناير 11 ألفان في مصر اتصلت إحدى مؤيدات الرئيس حسن مبارك ببرنامج حوالي على قناة مصرية وحاولت إثبات الظلم الواقع على مبارك من قبل الثوار عبر بكائها المقترن بالقول هل يجوز أن نفعل هذا بآبائنا وقد تكررت هذه المغارضة كثيرا في الإعلام المصري عندما ألقي أو ألقى مبارك حطابه الثاني متحدثا عن إنجازاته فسارع بعض مقدم البرامج إلى ذارف الدموع تعاطفا مع الرئيس المسن وتحدثوا مطولا عما قدمه للبلد وأن عدم احترام الثوار لكبر سنه في هتافاتهم دون أن يتطرق أحدهم إلى مصدقية المطالب التي تصبح بها حناجر المحتجين عنوان الاحتكام إلى الأمنية قد نرتكب هذه المغالطة في حياتنا اليومية كثيرا دون أن نشعر فنحن نرفض أن نقر بعض الخيارات بناء على أمنياتنا بدلا من تبريرها منطقيا وإذا كان هذا مقبولا من الناحية النفسية أو العملية في بعض الأحيان فهو غالط منطقي لا يؤدي إلى نتائج عقلية صحيحة وقد يصبح مغالطة عندما يتعمد أحدنا استغلالها للمحاججة مثال يقول كاتب في صحيفة الرياضية لا يمكن أن نخسر المباراة أمام هذا الفريق ففريقنا استقدم أفضل مدرب في العالم لذا أؤكد لكم أن قرار الحكم كان خاطئا يزعم المغالط في هذه الحالة بأن القضية صحيحة طالما لم يبرهن خصمه على بطلانها فهو يحتكم بذلك إلى جهل خصمه بالدليل فهو يحتكم بذلك إلى جهل الخصم بالدليل كما يمكن أن يعكس المعادلة ويزعم أن قضية ما خاطئة طالما عجز خصمه عن إثبافها أعين يزعم المغالط في هذه الحالة بأن القضية صحيحة طالما لم يبرهن خصمه على بطلانها فهو يحتكم بذلك إلى جهل الخصم بالدليل كما يمكن أن يعكس المعادلة ويزعم أن قضية ما خاطئة طالما عجز خصمه عن إثباثها ومع أنه يحق لكل من أن يطلب من خصمه دليلا لإثبات أو نفي القضية موضع الجلال لكن جهل الطرف الآخر به لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على أي شيء فحتى ولو انعدم الدليل عند الناس جميعا فقد يكتشفوا لاحقا ما يعني أن النفي والإثباث يبقى ضمن دائرة المحتمل ومن القواعد المعروفة لدى مع علماء المنطق أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود أي أن عدم علم أحد من الناس أو الناس جميعا لوجود شيء ما فهذا لا يعني أنه غير موجود فقد تكون هناك أعداد كبيرة من الملائكة والجن والكائنة الأخرى التي لا يستشعرها وجدان البشر ولم يحدثهم عنها الوحي لكن جهلنا بها لا يعني أنها ليست موجودة في عالمها الفسيح الذي قد يكون أكبر بكثير من عالمنا وحدود معارفنا مثال يقول باحث في العلوم السياسية إن معظم المؤرخين الكبار في القرن العشرين لم يذكروا شيئا عن وجود مؤامرة يهودية تنسب إليها ثورات في أوروبا والحربان العالميتان إذن فالحديث عن المؤامرة ليس سوى نظرية صخيفة فالباحث هنا لم يناقش القضية ذاتها بل تذرع بعاد موجود الدليل لدى كبار المؤرخين مع أن انعدام الدليل لدى هؤلاء المؤرخين قد يكون بذاته مؤشرا على أن المؤامرة شملت مناهج التاريخ أيضا فلم ينتبه له إلا مؤرخون صغار تعرضوا للملاحقة والإقصاء عنوان الاحتكام إلى الأكثرية يلجأ المغالط هنا إلى رأي الأكثرية بدلا من الحجة وقد يكون رأي الأكثرية صحيحا بالفعل كما يمكن أن يكون خاطئا بالكفرة لا تدل على شيء وقد نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك ويجدر بالذكر أن الاحتكام إلى الأكثرية ليس خضأا بذاته فالحكم الديمقراطي قائم على اختيار الأغربية في صندق الاقتراع والتجارب العلمية تأخذ صفة نظرية عندما تتحقق بالتكرار كما يحتكم في الشريعة إلى رأي جمهور الفقهة عادة وعندما يتحقق الإجماع أي موافقة جميع الفقهة في عصر ما على أحد الأراء يصبح ملزما لكن هذا الاحتكام الذي يصح عادة في مجالات السياسة والعلم والقانون والفقه لا يعني بالضرورة أن يؤدي إلى نتيجة عقلية صحيحة بل هو مجرد اتباق أو اتفاق على تطبيق نتائجه العمليا أمثلة ثانيا يقول أحد المتحدثين السياسيين إن عزل الرئيس المنتخب بإشراء عسكري كان تصرفا شرعيا لأن الملايين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بخلعه والمغالطة هنا لا تكمن فقط في إغفال وجود ملايين أخرى انتهبت الرئيس المعزول وعارضت خلعه بل في اعتبار وجود الملايين المؤيدي لطرف سياسي ما حجة لتجاوز القانون باستخدام القوة عنوان الاحتكام إلى القوة أو التهديد يكتفي المغالط في هذه الحالة بالنجوء إلى منطق التهديد والتخويف متجاوزا بذلك عبء البحث عن حجة لذا تسمى هذه المغالطة أيضا بمغالطة التلويح بالعصى مثال يقول أحد مسؤول الجيس بعد الجيش بعد تنفيذ انقلاب عسكري نحن من يملك السلطة الآن والسلطة هي وحدها التي يحق لها استخدام السلاح إذن يحق لنا قمع المحتجين وغالبا ما يتم إطلاق صفة الإرهاب على عمليات الاحتجاج في هذه الحالة للمزيد من تبرير أعمال القمع عنوان الاحتكام إلى النتيجة عندما يتهرب المغالط من مناقشة الحجة بالحديث عن نتائجها محاولا إثباتها لأن نتيجتها جيدة أو تفنينها لمجرد أن نتيجتها سيئة فهو يرتكب مغالطة الاحتكام إلى النتيجة الاحتكام إلى النتائج أمر مقبول عندما يتعلق بالحياة العملية فالعقل يتعظ بغيره ويستفيد من التجارب لتجنب المصائر السيئة المحتملة لكن النتيجة لا تكون حج عندما يكون السؤال نظريا ويبحث في الحق والباطل أمثلة يقول متحدث تحفزي إن الاعتقاد بأن هناك شخص اسمه المهدي سيأتي ليخلصنا هو دافع للعجز إذن فعلينا إنكار وجوده وقدومه فالمتحدث يلجأ هنا للنتيجة فقط مع أن مسألة وجود المهدي هي أمر غيبي يستدل عليه بالخبر الصحيح الذي جاء به الوحي ولا علاقة لصحة هذا الأمر بالأثر النفسي الذي يتركه فينا حتى ننكره أو ننفيه وذلك على فرض أن النتيجة كانت صحيحة ومسلما بها أصلا ثانيا يحذر أحد مؤيد النظام المستبد جميع ثوار من أن إسقاط النظام سيؤدي إلى فراغ في السلطة وستنتج عنه من ثم فوضى عارمة وعليه فأن الثورة برأيه خيار خاطئ وسواء كانت النتيجة مؤكدة أم لا لوجود احتمالة أخرى فهذا لا يؤثر على صحة القضية أو خطئها فالنتيجة لا تتمتع بصفة الحجة الملزمة عنوان المنزلق الحذر يتخيل المغارط في هذه الحالة سلسلة من النتائج التي يؤكد أن تتحدث تبعا للمقدمة ليصل في النهاية إلى نتيجة مفادها إثبات أو تفنيد القضية فهو يهتكم إلى النتيجة ولكن عبر سلسلة من الأحذاث التي وراد منها غالبا إثارة فعل المتلقي بدلا من إقناعه بالحجة المنطقية مثال يقول أحدهم في الرد على معارض يسعى لإسقاط النظام في بلده إن إسقاط النظام سيؤدي إلى تخلخ لمحور الممانع في المنطقة وستسقط بذلك أنظمة أخرى ضمن المحور ذاته ثم تستأثر قوى محور الاعتدال بالقرار لصالح التطبيع مع إسرائيل فيكون المستفيد الوحيد هو الصهاينة عنوان الحلول الكاملة في هذه المغالطة يسر المغالط على أن أي حل للمشكلة التي يتم بحثها يجب أن يكون كاملا ولا تشوبه شائبة وإلا فهو حل مرفوض وهذا غير منطقي لأن الحل الجزئي قد يخفف المشكلة وقد يؤدي إلى انتهائها بعد زمن ما مثال يقول كاتب إن انتشار الحجاب بين النساء في المجتمع لم يؤدي إلى القضاء على ظاهرة التحرش فلماذا يحاول الدعاء إقناعنا بجدوى الحجاب فالكاتب هنا يفترض أصلا أن الحكم من فرض الحجاب هي القضاء على المشكلة كلها وإلا فهو يرفضه بالجملة عنوان الأبيض أو الأسود يعمد المغالط هنا إلى وضع خيارين لا ثالثة لهم أمام خصمه ويكون هذا انتقى الخيارين بعناية لإحراج الخصم متجاوزا لإحتمالات الأخرى وهي مغالطة شائعة جدا في الخطاب الدماغوجي المتطرف الذي يتتردد في الإعلام كل يوم وتشترك فيه الأنظمة المستبدة ومعارضوها وعتباع الطيارات كافة على درجات مختلفة أمثلة من أشهر الأمثلة على ذلك مقولة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن قبل غزو أفغانستان عام واحد وألفان من لم يكن معنا فهو ضدنا ثانيا في الدول المستبيدة تحاكم وسائل الإعلام الرسمية معارض الحكومة وفق قاعدة من كان معارضا فهو إرهبي ثالثا تلجأ بعض قوى المعارضة الثورية للمنطق السابق أيضا في محاسبة الناس فتقول من أصر على دفع الضرائب وتسديد فوعتر الكهرباء والعمل في المؤسسات الحكومية تابعة للنظام المستبد فهو مؤيد له وقد تأخذ هذه المغارضة شكل الإلزام وبدرجة أكثر تطرفا حيث يضع المغارض خصمه أمام خيارين ثم ينفي بنفسه أحدهما ويلزم الخصم بالخيار الثاني وذلك بالرغم من وجود احتمالات أخرى مثال يقول مسؤول الرسمي لخصمه المعارض في برنامج حواري إن كل من يعارض الحكومة هو عميل للغرب وبما أنك مناضل وطني يحمل همّا تاريخيا مشرفا فلا يمكن أن تكون عضوا في المعارضة الخائنة عنوان التماس المديح قد يتعمد المغالط كيل المديح لخصمه أو لمن يستمع له عبر وسائل الإعلام بهدف إحراجهم ودفعهم لا شعوريا لاقتناع بأطروحته دون أن يقدم الحجج والدليل أمثلة يقول أحد السياسيين في حديث عام الشعب العظيم يعرف تماما من هم الأعداء وهو على يقين بأن هؤلاء الإرهابيين يريدون تدمير بلدنا الجميل لذا سيقف معنا الشعب كله صفا واحدا في حربنا على الإرهاب ثانيا يعلق شخص ما على مقال لأحد الكتاب في مواقع التواصل الاجتماعي بقوله الكاتب شخص متقف ويحمل شهادة عليا وأنا أربع به عن مثل هذا الطرح عنوان العلة الزائفة يحاول المغالط تعزيف الحجة عبر ربط القضية بعلة غير صحيحة ليصل إلى نتيجة خاطئة ويأتي هذا الربط في الأشكال الأربعة الآتية أولا خلق السببية بالمصادفة قد يتصادف وجود حدث ما مع حدث آخر في الزمان والمكان دون أي علاقة سببية بينهما لكن المغالط يتعمد الربط بينهما لتضليل مثال من الأمثلة التاريخية المشهورة لهذه المغالطة ما ردده بعض المستشرقين عن اتهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تلقى قصص الأمم السابقة عن أهل الكتاب ثم صاغ بها القرآن الكريم بنفسه ويمكن صياغة هذه المغالطة كالآتي محمد التقى بحير الراهب أثناء صباه في بصر الشام في بصر الشام وبحير الراهب كان حافظا للروايات التوراتية إذن فمحمد تلقى عنه تلك الروايات ولم يأخذها عن الوحي ثانيا المغالطة البعدية قد يأتي حدث ما بعد حدث آخر فيربط المغالط بينهما مؤكدا أن الأول لابد أن يكون سببا للتالي وهذه المغالطة مغالطة واضحة لأن التعاقب الزمني لأي حدثين لا يستلزم بالضرورة وجود سببية بينهما مثال يقول باحث لا ديني إن الآثار تؤكد أن الأساطير التي وصلتنا من القرون السابقة أقدم من الكتب السماوية إذن فالأديان السماوية المعروفة اليوم ليست سوى أشكال متطورة من الأساطير الوثنية نفسها ولم تكن وحيا من السماء وهذا افتراض لا دليل عليه فقد تكون هناك كتب أنزلت عن الأنبياء قبل اختراع تلك الأساطير غير أن حرفت وطمست فوصلت إلينا على هيئة أساطير بينما ظلت الكتب الأخيرة محفوظة من التحريف جزئيا أو كليا وحتى في حال حدوث الأساطير أولا فإن الباحث لم يقدم أي دليل على أن الأنبياء اقتبسوا عنها كتبهم ثالثا إغفال أسباب أخرى مشتركة قد يكون الربط بين السبب والنتيجة صحيحا لكن المغالط يعتمد إغفال أسباب أخرى مثال يقول مسؤول حكومي إن الاحتجاجات ضد النظام نتيجة لتحريد خارجي إذن فالاحتجاجات مجرد مؤامرة وليس الثورة شعبية فالمتحدث قد يكون مصيبا في الحديث عن تحريد خارجي إلا أنه أغفل أسباب أخرى أدت للاحتجاج مثل انتهاكات حقوق الإنسان رابعا الاتجاه الخاطئ للسببية يتعمد المغالط هنا عكس العلاقة السببية بجعل السبب نتيجة والنتيجة سببا مثال يقول باحث إن التشدد الديني انتشر في الشرائح الاجتماعية لأقل تعليما إذن فالتشدد يؤدي إلى الجهل وهو لا يثبت هناك الانتقال من السبب إلى النتيجة فقد يكون الجهل هو الذي أدى إلى التشدد وليس العكس عنوان مغالطة المقامر تعود هذه المغالطة إلى ميل نفسي لا شعوري لدى الناس يدفعهم للاعتقاد بأن الأمور تجري في الكون بما يجعل الأمور الاحتمارية تميل إلى التعادل تلقائيا فإذا رمى شخص مع عملة معدنية تسع مرات مثلا وسقطت في كل مرة على أحد الوجوه فسيميل لا شعوريا للاعتقاد بأن المرة العاشرة ستأتي بنتيجة مختلفة وهذه مغالطة المنطقية فليس هناك في قوانين الاحتمال وما يجعلنا نعتقد بأن سقوط العملة تسع وتسعين مرة مثلا على أحد الوجوه سيجعلها في المرة التالية تسقط على وجه آخر ففي كل مرة نرميها يكون احتمال سقوطها على أحد الوجوه هو خمسين بالمئة وليس واحدا إلى المئة مثال يقول محلل سياسي إن الحزب الفلاني قد فاز بالانتخابات خامسة دورات متتالية وهذا نجاح لم يحقق أي حزب من قبل في البلاد وقد آن الأوان ليفشل في الانتخابات المقبلة عنوان الاحتكام إلى العادة تستند هذه المغالطة أيضا إلى ميل نفسي اللاشعوري يدفعنا للاعتقاد بأن الأمور تسير في الحياة على مجرى العادة فنتوقع تكرارها دائما بالطريقة نفسها وقد يكون هذا الشعور مقبولا من الناحية العلمية في الظواهر الكونية الكبرى فتكرار شروق الشمس من المشرق هو أمر نعتيادي ما زال يتكرر منذ أقدم العصور ومن الطبيعي أن نتوقع السمرار هذه العادة إلى ما شاء الله لكن المنطقة العقلية المجرد لا يجزم بأن يتكرر شروق الشمس في اليوم التالي بالطريقة المعتادة نفسها وتقع المغالطة عندما يتعمد المغالط استخدامها ذا الميل النفسي في أمور لا تسير وفقا لأي قانون فيزيائي مثال يقول كاتب مؤيد للنظام المستبد إن النظام اعتاد على اجتياز أزمات كثيرة هزت كي أنه طوال ثلاثة عقود لذا فإني أعكد لكم أنه سيتجاوز بسهولة هذه المؤامرة التي تحاول إسقاطه عبر الاحتجاجات والأعمال الإرهابية عنوان التكلفة الغارقة تستند هذه المغالطة إلى ميل نفسي لشعوري لدى الإنسان لتعويض أي شيء يخسره بمتابعة التجريب والاستثمار فيه مع أنه قد يعلم مسبقا أنه لن يكسب مثال كثيرا ما يتحدث المناظرون الثوريون عن ضرورة متابعة ندارهم حتى آخر قطرة دم بحجة أن وقف القتال يعني خيانة لديماء الشهداء وهذا خطاب عطفي لحشد الجماهير وليس عقلانيا فثواب الشهادة وشرفها لا يفقدان بفعل عكسي لا يفقدان بفعل عكسي حتى ولو انهزم من بقي من الأحياء والاختيار بين مواصلة المعركة أو وقفها بحثا عن تسوية هو قرار يتعلق بحساب نهائي لجملة المكاسب والأخاء والخسائر وعلى المدى البعيد عنوان التشبيه والتشيئ الخاطئين تعد هذه المغالطة التقليدية التي يقع فيها كثير من الناس في حياتهم اليومية فنحن نميل في العادة لتشبيه الكثير من الأمور بأمثلة أخرى نقتبسها من مشاهداتنا وتقاليدنا وتجاربنا السابقة كما نقوم أحيانا بتجزيلها وتشيئها أو تحويل الأشياء مادية نتصورها في أذهاننا وقد يكون التشبيه والتشيئ مفيدين للتبسيط والفهم والوعظ حيث نجد للتمثيل الصوري أمثلة كثيرة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والأعمال الأدبية العظيمة لكن المغالطة تقع عندما يتحول التشبيه والتجزيل إلى مطابقة تامة فيأتي القياس بنتائج خاطئة مثال كان الكثير من المحللين السياسيين يتحدثون في بداية الربيع العربي بالمنطق الآتي الثورة التونسية نجحت في إسقاط النظام خلال ثلاثة أسابيع وثورة المصرية نجحت في ذلك خلال مدة أقصر وبما أن الثورات العربية كلها متشابهة فلابد أن تنجح أي ثورة في دولة مجاورة خلال مدة مماثلة لكن التشابأ في بعض الظروف لا يعني التماثل في كل شيء وقد كانت النتيجة مختلفة في إيبيا وسوريا واليمن ثانيا يستخدم الثور والطغاة في آن واحد خطابا دماغوجيا يقوم على التشيئ وإطلاق الشعارات الحماسية مثل حديث عن كرمة الأمة وعظمة الشعب ودكتاتورية البروليطاريا وصراع الطبقات وقد يكون هذا التشيئ سليما في بعض الاستخدامات لكن توظيفه لإهام المتلقي بأن كل من الأمة والشعب والطبقات هي كيانات مستقلة وراصفة محددة هو مغالطة منطقية يقول باحث في علوم الأحياء مثال الثالث يقول باحث في علوم الأحياء إن الطبيعة تنتخب الأقوى وتحافظ على التوازن البيئي وتجدد مواردها وهذه مغالطة شائعة تفترض أن الطبيعة كائن عاقل يتخذ هذه القرارات بنفسها عنوان إثبات التالي تتكون القضية الشرطية من قضيتين تكون إحداهما شرطا للأخرى ويسمى القسم الأول من القرية مقدما وهو الشرط بينما يسمى الثاني ثاليا وهو ما يلزم عن الشرط ويعمد المغالط إلى عكس المعادلة فيبدأ بإثبات تحقق التالي يستنتج من صحة الشرط وتشير بعض الدراسات إلى أن ثلثي الناس لا ينتبهون إلى هذه المغالطة ويقعون ضحية لمرتكبها بسبب غموضها مثال يقول مسؤول في أحد الأنظمة المستبدة إذا ارتكب ثوار أعمال إرهابية فيحق للدول أن تتصدى لهم بالقوة وبما أن الدولة تصدت لهم بالقوة فإن الثوار ارتكبوا أعمال إرهابية ويتضح التضليل هنا عندما نلاحظ أن التالي هو قول يحق للدول أن تتصدى لهم فهذه العبارة يجب أن تكون تالية عن الشرط ارتكاب الثوار أعمال إرهابية وليس العكس ويفترض بالقائل هنا أن يحاول إثبات أن الثوار ارتكبوا تلك الأعمال ليقنعن بحق الدولة في التصدي لهم إلا أنه قفز إلى ما فعلته الدولة ليعتبره دليلا على ارتكاب الثوار للإرهاب عنوان إنكار المقدم في هذه المغالطة ينكر المغالط المقدم أي الشرط ليستنتج من ذلك نفي التالي وهذا غير لازم فالقضية الشرطية تؤدي إلى إثبات التالي بناء على إثبات المقدم ولكنها لا تقول إن عدم إثبات المقدم يؤدي بالضرورة إلى نفي التالي أمثلة يقول كاتب ملحد إذا تحقق القصاص العادل من الطاغية قتل ملايين البشر قبل موته فهناك إذن عدلة إلهية ولكن الطاغية مات على فراشه بسلام إذن فكيف تقولون إن هناك عدالة فالشرط الذي وضعه الكاتب في البداية صحيح ولكن عدم تحقق شرط لا يعني أنه سيحصل على نتيجة معاكسة بالضرورة فقد يموت الطاغية دون قصاص في الدنيا ثم يتقص منه الناس في محكمة الآخرة ثم يقتص منه الناس في محكمة الآخرة ويتحقق بذلك العدل بالتمام دون نقصان ثانيا يقول مسؤول حكومي لو أن العمال حصلوا على تصريح بالاعتصام فإن الوزارة كانت ستقبلوا بالاستماع لمطالبهم فإن الوزارة كانت ستقبلوا بالاستماع لمطالبهم ولكن العمال اعتصموا دون تصريح لذا فلن تستمع الوزارة لهم فالمسؤول هنا جعل من عدم التزام العمال بشروطه مبرلا لخطأ الحكومة وهذا ليس لازما فالمطلوب من الوزارة أن تستمع لمطالبهم سواء حصلوا على التصريح ام لم يحصلوا عليه